مراسلنا في محافظة الأقصر أبو الحسن عبدالسطار أبو الحسن أخبرنا عن آخر الاستعدادات وكيف هو الوضع بين الأهالي هناك في محافظة الأقصر وخاصة المحيطين بطريق الكباش أو سكنين بالقرب من طريق الكباش أو معبد الكرنك تحياتي لك زميلي العزيز تحياتي للسادة المشاهدين يعني محافظة الأقصر أنهت كافة استعداداتها محافظة الأقصر بالتعاون مع وزارة السياحة والأصار وزارة التنمية المحلية أنهت كافة الاستعدادات لانطلاق الاحتفالية افتتاح طريق الكباش والمقرر لها غدا في السابعة والنصف مساء بحسب ما أعلنت وزارة السياحة والآثار يعني المحافظة أكنت أنهت كافة استعداداتها من تجميل وتزيين وتطوير للشوارع والميادين والتشجير وغيرها من الاعدادات اللازمة للإحتفالية أيضا تم تغيير بوابط معبد الكرنك وتم يعني كانت أيضا يعني الهيئة العامة للرعاية الصحية قد أعلنت استعداداتها لخطة التأمين الطبي للاحتفالات حيث قرأ يعني وضع سيارات إسعاف ذاتية التعقيم في محيط الاحتفالات أيضا تم يعني إعلان جاهزية كافة مستشفيات الرعاية الصحية وتخصيص ثلاث مستشفيات من الرعاية للإخلاء الطبي وتوفير كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وغيرها من المستلزمات لتأمين الاحتفالات يعني المحافظة كانت قد وضعت أو قامت بتغيير المسارات وتغيير الطرق لطرق بديلة يعني بعيدا عن محيط الاحتفالات يعني عايز أقول لك أن محافظة الأقصر أو أهل الأقصر حاليا يعني فيه فرحة غامرة ابتهاجا بافتتاح طريق الكباش يعني هذا الإعلان عن الاحتفالية ألقى بذلاله على الواقع السياحي حيث يعني امتلأت فنادق الأقصر لأول مرة منذ سنوات ورفع شعار كاملة هذه النسبة ونسبة التشغيل التي تتحدث عنها أبو الحسن نسبة التشغيل وصلت إلى كام في محافظة الأقصر أو في فنادق محافظة الأقصر بتدرجاتها المختلفة وأبرز الوفود الحضور لمشاهدة ومتابعة هذا الحفل في الأقصر حتى الآن يعني كان عدد من الخبراء السياحيين ورئيس مدينة الأقصر أعلنوا أن نسبة الإشغال في الفرادق العامة العائمة والثابتة بلغت نحو يعني 98% وهذه النسبة لم تحدث منذ سنوات طويلة يعني كان عدد من الخبراء أعلنوا أن الأقصر يعني قريبا عدت إلى عصرها الذهبي للسياحة أما بخصوص الوفود فبدأت الوفود من مختلف دول العالم وفود من السفراء والشخصيات العالمية والفنانين وغيرهم من من سيشهدون الاحتفالية نعم زمنا أبو الحسن ماذا عن المواطنين الساكنين أو القاتنين بالقرب من معبد الكرنك أو مطلين منازلهم على بالقرب من طريق الكباش ما الذي سيتم في هذا الأمر وكيفية استعداد المحافظة بالتنصيق معهم في أثناء هذا الاحتفال أو ما قبل هذا الاحتفال يعني تم التنصيق لهذا منذ وقت مبكر حيث تم وضع خطة لذلك مع المواطنين أثناء الاحتفال يعني أيضا هؤلاء المواطنين يعني بحسب ما يعني أكدت مصادر أنهم يمكنهم مشاهدة الاحتفالية لكن في منازلهم يعني لتأمين الاحتفالات هذا على طول الطريق من ناحيتين الشرقية والغربية الزميل أبو الحسن عبد السطار مراسل قناة في محافظة الأقصر كان معنا عبر تطبيق زوم شكرا جزيلا لك